المعلومة التانية اللي معايا وإحنا بنتكلم على مباريات إفريقيا النادي الأهلي زي ما أنتوا عارفين كان الفترة الأخيرة اشتكى شوية من الأخطاء التحكمية اللي بتحصل فيه المسابقات الإفريقية وإحنا هنا كلينا الصبق في العديد من الحلقات وقلنا إيه الأخطاء اللي موجودة والتعينات اللي بتتم والمشاكل التحكمية اللي بتحصل نهاردة بس عايز أفكر حضراتكم بحاجة مهمة جدا وإنتوا بتتفرجوا على مطش الوداد وسانداونز سوا في كازابلانكا أو العودة في بريتوريا شايفين الوقت الضيئة قدي 12 دقيقة الشوت الأول والتسع دقيق الشوت الثاني اللي اتفرج على المباريات خد باله من الوقت الضيئة اللي حسب الحكم الكونغولي جون جاك ندالا 12 دقيقة شوت أول تسع دقيق شوت تاني الأهلي لما لعب سانداونز في القاهرة كان فيه وقت ضيئ الشوت أول مش أقلي من ست سبعة دقيق إدى دي تين تلاتة الشوت التاني كان فيه عشر دقيق إدى سبعة دقيق ركزوا في التفاصيل دي على فكرة ممكن ما يكونش فيه أخطاء تحكمية مؤثرة ولكن ركز في الوقت بدل الضيئة اللي الحكم بيديه للفريق اللي بيلعب على أرضه تحكم الإفريقي لسه بنفس مشاكل دي نقطة أنا بس قلت أفكر بها الناس عشان الأهل لما اشتكى ما اشتكىش عشان خسر ولا اشتكى عشان عنده مشاكل لا اشتكى لأنه فعلا بيواجه صعوبات في البطلات الإفريقية وحجم المجاملات اللي بتحصل في التعينات على فكرة المجاملات دي مش الهدف منها انه يكسبك ولا يخسرك لا هي المجاملات دي الهدف منها انه عايز يطلع حكام ويبروز حكام على الصحة الإفريقية بس ممكن ده يجي في صراح فرق ويجي عكس فرق النقطة اللي عايز أتكلم عليها ودي نقطة محدش تكلم عليها خالص لأن النهاردة أنا معايا تفاصيل خطيرة جدا اندلت على شيء بتدل على أن الناس القائمين على إدارة التحكيم في الاتحاد الإفريقي مش مركزين معنا خالص مش واخدين بالهم من ملف التحكيم خالص المجاملات وصلت لمرحلة أن الناس مش عارفة بتعين الحكم ده فين عشان يحكم إبو بارات مين أنا بقدم ده النهاردة لأي نادي هيتضرر للفترة اللي جاية سواء للأهل للزمالك للمنتخب اللي عنده كاس أمم إفريقيا اللجنة الحكام اللي مسكت تحكيم في القرى الإفريقية أو في الاتحاد الإفريقي مش مركزة ليه؟ أنا هتكلم على تلات مباريات في دور الأبطال هيتلقبوا الفترة اللي جاية تلات مباريات الفترة اللي جاية لما تبقى في مجموعة فيها بيرامدز وصنداونز ومازمبي ونوازيب الموريتاني ألف بتحكيم اللي بيعين ما يجيبش حكم مصري لأن فيه بيرامدز وما يجيبش حكم جنوب إفريقي لأن فيه صنداونز طب لما لجنة الحكام تعين حكام من دول الأندية بتاعتها بتلعب في نفس المجموعة هل ده صح؟ ولا غلط؟ ده أكبر غلط وده إن ده اللي على شيء بيدول إن الناس اللي مسك ملف التحكيم مش مركزة وإن التعينات بتتحط كده بناء على التوزيع الجغرافي ومش فريق معاه الحكم ده كويس ولا وحش أنا مش هعني مش هحط التفكير السلبي إن فيه لك قدر الله حد عايز يكسب ويخصف أنا هتكلم بس على إن الناس فنية عندها مشاكل ماتش نوازيب ومازمبي يوم 9 ديسمبر في موريتانيا المجموعة دي فيها سانداونز وبينامدز يعني ما ينفعش أجيب طاقم حكام مصري أو طاقم حكام جنوب إفريقي لا ده حصل بقى نوازيب ومازمبي اتعين لطاق مصر بقية كابتن محمد عادل في موريتانيا يعني محمد عادل كان من المفترض هيدير مباراة ما بين نوازيب ومازمبي في موريتانيا والمجموعة دي اللي فيها بيرامدز ده قالب بتحكيم ما ينفعش ده حصل اتعين محمد عادل بس لما تعين محمد عادل اكتشفوا بعد كده ان فرقة بيرامدز في المجموعة فما ينفعش فشالوا الكابتن محمد عادل وحطوا الحكم السوداني محمود عالي اسماعيل انا عندي مستندات تثبت ده عندي مستندات تثبت ده ايميالات تثبت ده عشان اعزبت للناس ان الاتحاد الافريقي سايب ملف التحكيم لناس بتديره بأهواء شخصية طب تعالوا المطش التاني نوازيب وعي لعب بيرامدز في موريتانيا يوم اتنين ديسمبر الطبيعي ما جيبش حكم جنوب افريقي ليه؟ لان معايا فريسان داونز لا اتعين حكم من جنوب افريقيا الحكم توم ابنجيل اتعين لمباراة نوازيب وبيرامدز ازاي جنوب افريقيا يا جماعة يدير مباراة يديره وسان داونز ومنافس لبيرامدز ونوازيبه ازاي؟ لما تدركوا الخطأ وشافوا الخطأ على طول شاموا شالوا يعني توم ابنجيل وحطوا مين؟ الأسيوبي بملكة سيمة جابوا حكم من خارج الدول اللي اربع اللي في المجموعة دا تعين تاني الغلطة التالتة الغلطة التالتة كانت في مباراة اسك ميموزا ويوان جالكسي يوم تسعتاشر ديسمبر كل دي المباراة دي لسه ما تلعبتش دا تتلعب الشهر دا والشهر الجاي ماتش اسك ميموزا ويوان جالكسي المجموعة دي فيها مين؟ فيها الوداد المغربي وفيها سيمة التنزاني يعني قالب به لما اجيب حكم يحكم ماتش ما بين كدل بطل كوديفوار وبطل بتسوانا لاجيب حكم من تنزانيا ولاجيب حكم المغرب لان الوداد ويسيمة في المجموعة راحوا جابوا ردوان جيد الحكم المغربي ولما عرفوا ان دا غلط تدركوا الخطأ وعدلوه وجابوا حكم مصري الكابتن امين عمر هيدير هذه المباراة نقطة اولنب حمراء بنوارها من دلوقتي محدش يسق في لجنة التحكيم الناس دي مش مركزة والتعينات اللي قلتها دي اكبر دليل والاسوأ الجاي خلال الفترة اللي جاية